السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني نوفمبر القمر اليوم موجود في برج السرطان استقر تماما في برج السرطان ورحض الموجود في برج السرطان حتى عصر يوم الأربعة ساعة وحدة وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل القمر بما أنه موجود في برج السرطان خلال هذا اليوم معناته اليوم تأثيرات القمر على جميع الأبراج أنه منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومن حاول خلق جو من الأمان إلا ولا أحبانا ولا أطفالنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى عنا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يضرف الدموع أثناء التذكر الماضي إحنا بحاجة لمزيد من الاهتمام للأكل والشرب ومراقبتهم في هذه الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وسبع دقائق فجرا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث بتمنحنا خيال قصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وهذا الشيء بيجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وسبعة واربين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية هو انتقال كوكب بلوتو لغبر جدلو رح ينتقل كوكب بلوتو ساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة مساء إلى برج الجدي من برج الجدي إلى برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو بحركة أمامية لأيوم أربعة خمسة تمام ساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة بعد العصر لا يبدأ بعملية التراجع لكن هاي المرة تراجعه رح يظل موجود بالدلو ما رح يرجع للجدي لأنه هيك هذا الانتقال الأخير إلو من برج الجدي واستقراره التام رح يظل في برج الدلو لغاية تقريبا ألفين واربع واربعين لأنه الحركة بتصير اللي هي التبادلية احنا منسميها بتبدأ في الفين وثلاثة واربعين تسعة ثلاثة أعتقد لأنه تسعة عشر سنة رح يظل موجود في تسعة ثلاثة الفين وثلاثة واربعين بينتقل للحوت وبعدين في واحد تسعة ثلاثة واربعين برجع مرة ثانية للدلو بعدين برجع بحركة أمامية كمان مرة في الدلو لا ينتقل مرة أخرى في تسعة عشر واحد الفين واربع واربعين لا يخرج نهائيا من الدلو ويروح على الحوت ويكمل مساره فعشان هيك تسعة عشر عام الآن رح يظل موجود في برج الدلو كوكب بلوتو هو المسؤول عن الثورة عن التمرد عن الصناعة الجديدة أو الخلق الجديد هو المسؤول عن التنظيم عن الحكومات عن التسلط والديكتاتورية هذا بيعني حدوث تغييرات جذرية ومستمرة في بعض الحكومات وكافة الأوضاع السياسية في دول كثيرة هذا كوكب التطرف والعنف والتغييرات الجذرية والعميقة وهو المسؤول عن الأسئلة الجوهرية الكبرى في الحياة وعن الموارئيات والغيبيات والعلوم المجهولة ممكن يشهد العالم تغييرات حقيقية في كثير من الأمور والأمور الكبيرة طبعا ولكن بالتدريج ما رح تصير بشكل مفاجئ وبلوتو في الدلو بيشجح على الثورة والتمرد وبيهدم أي شيء بيشوف أنه بيستحق الهدم عشان يبني مكانه شيء أحسن منه بالبداية بنشوف أنه الهدم صعب وغير مقبول بعض الشيء في البداية ولكن ملموس على المدى البعيد أنه مكانه الصحيح ووقته الصحيح بتجعل هذه التغييرات فئات مثل الحكام من برج الدلو والاستراتيجيين والاستخباراتيين والجواسيس على الظهور من خلال عبارة يعني رح تكون واضحة تماما لقد حان الوقت لنسيان الماضي والبدء من جديد يلا هد يلا هذا وطبعا نحن شفنا لما كان موجود بالدلو الفترة الماضية إيش العنف والقرارات اللي طلعت في العالم وطبعا هذا من بداية لسه بيحكم مرحبا في برج الدلو فالآن استقراره مدة 19 عام دول رح تنشال من مكانها يمكن القول بأنه بلوتو هو المريخ الثاني ولكن النسخة الأكثر حكمة منه اللي بيمثل النهايات من كل شيء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى إلها إلا إذا كانت إضطرارية طبعا عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي والمبايض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر طبعا بالنسبة لهذا اليوم هاي الأعضاء ما بننصح إجراء العمليات الجراحية الكبرى لإلها إلا إذا كانت إضطرارية ولكن باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لا يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في ورج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الأربعة بيبدأ الساعة 11.19 دقيقة ظهرا بتوقيت جراناتش وبيستمر حتى تمام الساعة 51 دقيقة عصرا بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المحدب عمره 18 يوم الساعة 553 دقيقة مساء بتوقيت جراناتش بنبدأ باليوم التساطاش نسبة الإضاءة 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيدة بنسبة 45% الآن ساعة المساء سعيدة بنسبة 70% القمر في السرطان حتى يوم 2011 سعيدة الآن بنسبة 15% ساعة المساء سعيد بنسبة 60% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 منتحس بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 17 سعيد بنسبة 30% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 42 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% قرنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% ابلوته في الجدي ورح ينتقل للدلو ورح يستقر في الدلو إلى يوم 4-5 بعدين بيبدأ في التراجع سعيد بنسبة 5% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهمش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة وبوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاضروا التصرف العدائي وما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعاني أو يعاني لبعض منكم من إرهاق نفسي أو ممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو بسبب كلام جارح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوه في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات كونوا أكثر صبرا على الطرقات وهذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان عبر عن رأيك ولكن بهدوء وبدون إثارة العدوات والتحفظات وما تترك مجال الغموض استطعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أو موال بتعود له أو ممكن يحصل على هدية أهم شيء أنه تخففه من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسويل اللي بتحلم فيها وتفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء برر مواقفك ووضح وجهة نظرك من أي سوء تفاهم بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم خلال هذا اليوم أهم شيء أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقها لعمل أو صفحة جديدة وبتحملك هذه الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية وتعتبر من أجمل أيام الشهر برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بسيطر التعب عليكم خلال هذا اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر أو الفشل أو المرض خلال هذا اليوم للبعض وبتفشل أعمالك في حصد النجاح وبتخيب آمالك لتأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أحدهم يناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لإلك أو ممكن تحصل على التأييد أو تشارك في ورشة عمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف ولا بيتعاون معك أهم إشي أنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح وهذه الفترة فيها نوع من أنماع القلق والتوتر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتنشطه في مسائل تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة بين الشوارع أو في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا ابتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهمش أنك ما تقف ساكن وتحرك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولا إعادة بعض الأمور لنصابها وحاذر من مخالفة القوانين والتعليمات ولا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي أو إداري خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة حول انك تبحث عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم بالعمل والعاطفي هذه فترة فيها نوع من أنواع التوتر ممكن تتورط في أزم ما إذا ما كنت مركز بشكل جيد وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في أي مواجهة مع زملائكم بالعمل وغير الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في الأعمال برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممكن يقدم لك فرصة مناسبة لمصالحة أو لتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا عالية جدا هذه فترة إيجابية لازم تتحرك بجميع المجالات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء